بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأصلي وأسلم على سيدي المرسلين إمامي المحدثين قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الأفاضل نلتقي في هذا البث المباشر مع أول حصة ودرس من دروس السلسلة التي سميناها بالحياة الأسرية مشاكل وحلول نحرص في هذه الحلقات العلمية والمجالس الدعوية على بيان ما يتعلق بالحياة الأسرية علاجا للمشاكل التي يطرحها من يتابع هذه الصفحة وبيانا لما جاءت به الشريعة الإسلامية لتنظيم الأسرة المسلمة في هذه الحصة المباركة سنتحدث عن مفهوم الأسرة وسنحرص بحول الله عز وجل على استقبال أسئلتكم والإجابة على ما تيسر منها في الدروس المقبلة الأسرة في اللغة يرجع معناها إلى الأسر والقيد إذا رجعنا إلى معاجم اللغة نجد أن الأسرة ترجع في التوظيف اللغوي للمادة التي تكونت منها هذه الكلمة الهمزة والسين والراء ترجع إلى معنا الأسر والقيد وأفراد الأسرة الذين نتحدث عنهم مقيدون بحقوقهم بحقوق تجاه بعضهم لبعض فالمعنى اللغوي الذي ذكرناه الأسر والقيد ينطبق على الأسرة التي نتكلم عليها فالأب والابن والزوج والزوجة والجد والعم والأخ وكل أفراد الأسرة مقيدون بضوابط شرعية في تعاملهم مع بعضهم ليسوا أحرارا في فعل ما يشاءون بل هم أسرى مقيدون بالنصوص الشرعية الأب له منزلة والأم لها منزلة والأبناء لهم حقوق والأعمام عليهم واجبات وهكذا جميع أفراد الأسرة مقيدون بالضوابط الشرعية في الواجبات والحقوق كذلك من معاني الأسرة في اللغة العربية معنى القوة والصبر لأن أفراد الأسرة يقوي بعضهم بعضا ويصبر بعضهم على بعض ويشد بعضهم بعضا فأفراد الأسرة كالبنيان المتماسك فلابد أن يدعم بعضهم بعضا ماديا ومعنويا ولابد أن يصبر بعضهم على بعض وأن يتحمل بعضهم بعضا إذن المعنى اللغوي لكلمة الأسرة يرجع إلى معنى الأسر والقيد والقوة والصبر وهذه المعاني اللغوية كلها تنطبق على ما تقوى به دعائم الأسرة وتتماسك إذا جئنا إلى المعنى الاستلاحي للأسرة الأسرة في الشريعة الإسلامية لها معنى خاص له ضوابط تخص المسلمين تخالف معنى الأسرة عند غير المسلمين فالأسرة في الاستلاح هي جماعة ارتبط ركناها بالزواج الشرعي والتزم أفرادها بالحقوق والواجبات وينتج عنها ذرية وأقارب إذا أردنا أن نتكلم عن معنى الأسرة في شريعة الإسلام فلها مفهوم خاص فالأسرة جماعة هذه الجماعة هي نتيجة لارتباط بزواج شرعي والتزام بالحقوق والواجبات ينتج عن هذا الارتباط أبناء وأحفاد وأقارب إذا الأسرة لها أساس وركن لا يمكن يستحيل في شريعة الإسلام أن تكون عندنا أسرة دون وجود الركن الأساس لتكوينها وهو رجل وامرأة يستحيل أن تتكون أسرة في منظور الشرع إلا بوجود ذكر رجل أو وجود امرأة وأنثى فالارتباط بين رجل ورجل لا يمكن أن يوصف في شريعتنا بالأسرة الصداقات العابرة والعلاقات خارج إطار عقد الزواج لا يمكن أن توصف في شريعتنا بالأسرة فالأسرة أصلها ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقعكم العالم كله البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وثقافاتهم ودياناتهم أصلهم من أسرة واحدة ركناها آدم عليه السلام وحواء عليه السلام آدم الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وسماه بآدم لأنه خلق من أديم الأرض ووجهها وظاهرها وحواء التي خلقها الله تبارك وتعالى من الضلع الأيصر لأبينا عليه السلام وسميت بيادة الإسم لأنها أم كل بشر كل حي من الناس يا أيها الناس نخلق لكم من ذكر وأنثى فهذه الأسرة الأولى التي عاشت في الكرة الأرضية قبل وجود الأسرة كان الجن يعيشون في الأرض ويعيثون فيها فسادا فخلق الله آدم عليه السلام وخلق من ضرعه لأيصر حواء ومن آدم وحواء خلق الله كل من يدب فوق الأرض من الإنس فالناس كلهم من آدم وآدم من طراب وجعلناكم شعوبا وقبائل ليدعو بعضكم بعضا إلى الخير لتتعارفوا وتتآلفوا وتتعاونوا وتتناصحوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلابد من وجود رجل وامرأة الرجل والمرأة ركنان لا يتحقق تصور الأسرة إلا بوجودهما وأيضا في زماننا حين يتزوج الشاب من الشابة تتكون الأسرة ينجبان الأبناء وهؤلاء الأبناء يكون لهم أجداد وأعمام وأخوال وأصهار وأنساب ويتحقق المقصود الذي من أجله خلق الله الكائن البشر ألا وهو عمارة الأرض وتوحيد الرب القصد من وجود الناس وعبادة الله وعمارة الأرض بصنوف الخير ونشر التوحيد والمحبة والألفة والمودة والطراحم هذا هو القصد من وجود الناس إذن التعريف الذي ذكرناه يبين لنا ضرورة وجود ذكر وأنثى فالأصل من هذا التنوع والتكامل لا يمكن أن تستمر الحياة إلا بوجود الذكر والأنثى لا يمكن أن يتصور وجود واستمرار النسل والتكاتر إلا بوجود رجل ومرأة كما قال الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فوجود الذكر والأنثى آية عظيمة دالة على عظمة الله والأصل أن يؤدي كل واحد منهما وظيفته وأن يكمل بعضهما بعضا فالحياة لا تستقيم إلا بوجود الليل والنهار الحياة لا تستقيم إلا بوجود النور والظلام الحياة لا تستقيم إلا بوجود الصحة والمرض الحياة لا تستقيم إلا بوجود الفقر والغنى الحياة لا تستقيم إلا بوجود البر والبحر الحياة لا تستقيم إلا بوجود ذكر وأنفى المخلوقات كلها خلق الله من جنسها ما يماتلها ويكملها الكون كله مبني على نمط الزوجية فمن أدرك ذلك أدرك عظمة الواحد الفرض الصمد الذي ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا صاحب ولا ولد فوجود الرجل والمرأة ضروري لتكوين الأسرة فالذين يحاولون إذكاء الصراع بين الرجل والمرأة لم يفهموا الغاية من الخلق الذين يعادون المرأة لم يفهموا الغاية من الخلق الذين يعادون الرجل لم يفهموا الغاية من الخلق الذين يحاولون يعني إعطاء المرأة حقوقا كما يزعمون لا تناسب خلقتها ولا الغاية من وجودها هؤلاء يفسدون في الأرض من حيث لا يشعرون فالله تبارك وتعالى خلق المرأة وجعل لها خصائص ومميزات وأوجب عليها واجبات تراعي أنوتتها وتراعي طبيعة خلقتها وتراعي ما تتحمل المسؤوليات وخلق الرجل وأعطاه حقوق وأوجب عليه واجبات تناسب رجولته وذكورته فالأصل بين الرجل والمرأة والتشارك والتكامل والتعاون والتزام كل واحد منهما بواجباته الأسرية التي توافق الفطرة وتضمن استمرار الحياة البشرية إذن قلنا في تعريف الأسرة بأنها جماعة ارتبط ركناها بالزواج الشرعي إذن هذا المرأة والرجل اللي بغاوا يأسوا أسرة لا يمكن لهما تأسيس الأسرة إلا من باب واحد باب الزواج المستوفي للأركان والشروط الشرعية ضروري في شريعة الإسلام لا بد من عقد زواج شرعي يكون فيه العاقدان الرجل والمرأة خاليان من الموانع الشرعية فمن تزوج من تحرم عليه بالنسب هذا الزواج باطل وما نتج عنه من علاقات لا يمكن أن يوصف بأنه علاقة أسرية ومن تزوج من تحرم عليه بالرضاع الطبيعي زواجه باطل ولا يسمى ما نتج عن ذا الارتباط بأنه علاقة أسرية والمرأة المسلمة إذا تزوجت من غير المسلم فإن زواجها باطل ولا يسمى ما ينتج عنه بأعلاقة أسرية لأن المرأة المسلمة يحرم أن يتزوجها غير المسلمين كذلك من تزوج المرأة المعتدة من وفاة أو طلاق لكن قبل أن تنتهي عدتها فإن زواجه باطل ولا يسمى ما نتج عن ذا الارتباط بأنه أسرى ومن تزوج امرأة متزوجة وقد سمعنا هذا سمعنا في زماننا من تزوجت برجلين وأكثر دفعة واحدة فما نتج عن هذا الارتباط لا يسمى زواجا ولا يسمى أسرى إذن الأسرة لا يمكن أن توصف بهذا الوصف إلا إذا كانت نتيجة لعقد زواج شرعي يكون فيه العاقدان الرجل المرأة خاليان من الموانع الشرعية التي ذكرنا بعضها ولا بد أن يكون هذا الزواج بصيغة فيها إجاب وقبول فيها إجاب وقبول الإجاب يصدر من الرجل والقبول يصدر من ولي المرأة وطبعا لا بد أن يكون الزواج برضاء الزوجة فلا إكراها في الزواج كذلك لا بد أن يكون هذا الزواج فيه صداق فالذين يدعون لإسقاط الصداق لم يفهموا مقاصد الشرع فالصداق ليس ثمنا للمرأة لذلك أجاز فيه الفقهاء أن يكون بعيرا شاردا لأن القصد من الصداق ليس هو الثمانية وإنما الصداق هدية وعربون صدق ومحبة للمرأة لذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالتقليل يعني من قيمته وحجمه المادي حتى لا يظن الناس أن الصداق هو قيمة للمرأة وثمن يعني للمرأة كذلك لا بد أن يكون في هذا الزواج شهود فزواج السر باطل عند علمائنا فالفصل ما بين الحلال والحرام والإعلان والإشهار فمن تزوج مرأة سرا وأوصى بكتمان زواجه منها فزواجه باطل عند فقهائنا وعلمائنا الشاهد أن الزواج ميثاق غليط الزواج ومفتاح تكوين الأسرة وهذا المفتاح له شروط وله أركان وله واجبات لا بد من توفرها وسنتكلم عن هذه الأمور بتفصيل سنبدأ بحول الله عز وجل من الخطبة إلى الوليمة إلى الزواج إلى حقوق الزوج وحقوق الزوجة وحقوق الأبناء إلى صلة الرحم إلى الميرات إلى الحضانة إلى كل ما يتعلق بالأسرة نتكلم عنه بحول الله عز وجل بتفصيل إذن الأسرة هي ثمرة لعقد زواج شرعي العلاقات الرضائية ليست أسرة العلاقة الرضائية في شريعة تسمى بالزنا وتسمى بالفساد وفاعلها يسمى زانيا وزانيا فما يفعل في بلد الغرب ويدعو إليه بعض عديمي الحياء في بلدنا وبلاد الإسلام لا يسمى إلا زنا وفساد فالعلاقة الرضائية ليست أسرة والمثلية ليست أسرة في الإسلام زواج الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة ارتباط الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة لا يسمى زواجا في الإسلام الزواج ميثاق طراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة فالذين يدعون إلى ارتباط الرجال بعضهم ببعض والنساء بعضهم ببعض هؤلاء يدعون إلى الفساد والرذيلة ويدعون إلى ما يؤدي إلى غضب الله والصداقات خارج إطار الزواج بين الشباب لا يمكن أن يسمى زواجا ولا يمكن أن يسمى ما ينتج عنه بوصف أن يوصف بوصف أنه أسرة فلا أسرة بدون زواج فالزواج هو الميثاق الغليض والأساس لتكوين الأسرة ولا بد كذلك في هذه الأسرة من الالتزان بالحقوق والواجبات الأطراف المكونة للأسرة كل فرد من أفراد الأسرة كان من الأصول كالأبي والأم والجد والجدة أو كان من الفروع كالأبناء والأحفاد أو كان من الحواشي كالأعمام وأبنائهم والأخوال وأبنائهم كل واحد من أفراد الأسرة له حقوق ثابتة بالشرح وعليه واجبات ثابتة بالشرح فحقوق الأبي ليست هي حقوق العم وحقوق الإبن ليست هي حقوق الأخ الإسلام أنزل كل واحد من أفراد الأسرة المنزلة اللائقة به وأعطاه ما يستحقه من حقوق فمن علامات صحة الإيمان يعني أن لا نقدم بين يدي الله ورسوله وأن نرضى بالمنزلة التي أنزل الله يعني فيها كل واحد منها فالزوج مثلا من حقوقه على زوجته أن تطيعه هددين وهذا شرح وهدي سنة وهدي فطرة وكل من يدعو الزوجة للتمرد على زوجها وعصيانه والتسلط عليه والنشوز عليه ومحاولة يعني أصط على ما أعطاه الله من حقوق فإنه يدعو للفساد كل من يدعو الزوج لإهمال زوجته وعدم النفقة عليها وخيانتها واحتقارها والفساد عليها فإنه يسعى لخراب الأسر فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في المعروف فهو ولي أمرها وهو المسؤول عنها أمام الله وكل من يسعى لإسقاط ولاية الزوج على زوجته فإنه يسعى لنشر الفساد في المجتمع ومن حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها وأن يعفها وأن يطعمها وأن يكرمها وأن يحسن إليها كما قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف كل من يدعو الزوج لاحتقار زوجته ويشجع الزوج على خيانة زوجته وإهمالها فإنه يشجع على الفساد كذلك الأب من حقه في الشريعة الإسلامية أن يؤدب أولاده وأن يربيهم وأن يأمرهم وأن ينهاهم أن يأمر بناته بالحجاب وأن يأمر أولاده بالصلاة وأن يأمر أولاده بالصدق والأمانة وأن يؤدبهم على حسب ما يراه مناسبا بالموعظة والنصيحة والهدية والترغيب والترهيب وقد يحتاج إلى الضرب في بعض الأحيان بضوابته التي جاءت في السنة النبوية فالذي يدعو الأبناء للتمرد على آبائهم وأمهاتهم يسعى لخراب الأسرة الذي يشجع الأبناء عن الاستهزاء بآبائهم وأمهاتهم فإنه يدعو لتخريب الأسرة كما نراه في بعض المواقع من بعض المؤثرين الذين يتسولون بآبائهم وأمهاتهم ويظهرونهم في صورة المهرجين والمغفلين والأغبياء لكي يجمعوا بهذا الهراء بعض الضراهم والدنانير يجعل أباه أضحوكة ويعطي نموذجا سيئا للشباب والمراهقين فهؤلاء يدعون لشتات الأسر من حيث لا يشعرون والأولاد كذلك لهم حقوق على آبائهم وأمهاتهم لهم حق النسب يحرم عليك أيها الأب أن تحرم أولادك من نسبهم ويحرم عليك أيها الأب أن تضيع أولادك وأن تحرمهم حقهم في التعليم وحقهم في الحضانة وحقهم في الطربية وحقهم في الممارسات للشعائل الدينية كل ذلك جاءت به الشريعة الإسلامية لتنظم العلاقات الأسرية بهذا أيها الأحبة الأفاضل نكون قد بينا لكم مفهوم الأسرة في الإسلام وأشرنا إشارات إلى مفهوم الأسرة عند الغرب الذين يعتبرون كل ارتباط وكل علاقة ولو كانت خالج الزواج أسرة بل بعضهم يدخل الحيوانات في دائرة الأسرة ويعطيهم الحق في الإميرات والحق في السكن وبعضهم يدخل من تبناه في دائرة الأسرة وبعضهم يدخل الأبناء اللقطة الذين نتجوا عن علاقة زنا في دائرة الأسرة وقد بينا بحول الله وتوفيقه مفهوم الأسرة في الشريعة الإسلامية بحول الله عز وجل نستقبل أسئلتكم في التعليقات التي تكتبونها تحت هذا المقطع لنجيب عنها بحول الله عز وجل في هذه السلسلة المباركة التي سميناها الحياة الأسرية مشاكل وحلول نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت دعائم أسرنا وأن يحفظ آباءنا وأمهاتنا وأن يحفظ أولادنا وأن تقر أعيننا بذرياتنا وأزواجنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول ما تسمعون وأستغفر الله لو لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم